اشتركوا في القناة بأن تكون هذه المناسبة العزيزة لفتة وطنية لتوجيه الشكر والتحية وللعراب عن التقدير والامتنان لعطاء وإسهامات المرأة المتواصلة في البناء الوطني وعلى مر مسيرة الوطن الحضارية لتسجل موقعها المشرف كشريك جدير في التنمية الوطنية وكمصدر أساسي لاستقرار وأمان مجتمعنا البحريني الدعم والمساند لنسائه والفخور بإنجازاتهن في كافة ميادين الخدمة ولقد أثبتت النتائج التي تحققها المرأة البحرينية إلى جانب الرجل في بناء نهضة البحرين المعاصرة وما نشهده لها من تميز وتفوق في الأداء بأن الاحتفاء بعطائها له تكريم وطني مستحق لتسليط الضوء على أنجازاتها النوعية ولبيان أثر إسهاماتها على أرض الواقع كجزء لا يتجزأ من المكتسبات الحضارية لبلدنا العزيزة ولا يفوتنا في مثل هذه المناسبة الطيبة أن نشيد بالدور الحيوي الكبير والمشرف للمجلس الأعلى للمرأة بقيادة كريمة ومميزة لصاحبة السمو الملكي الأمير سبيك بن تبراهيم الخليفة يحفظها الله ويرعاها وبإسهامات مشكورة لعضواته ومنسوب أمانته العامة وإنها لجهود مقدرة نجد لها أعمق الأثر في تقدم مملكة البحرين ونهضتها المباركة وبنعكاسات واضحة وإيجابية على مكانتها وريادتها على الساحة الدولية في ظل ما تتمتع به المرأة البحرينية من حقوق وما أنجزته من تقدم ما أهلها للقيام بأدوارها ومسؤوليتها بكل اقتدار ولقد استطاع المجلس الأعلى للمرأة طوال مسيرة عمله المؤسسي أن يترجم رؤيتنا في نهوض وتقدم المرأة البحرينية فأصبح كما تمنينا ثمرة مباركة من ثمار مشروعنا الإصلاحي الذي بوأ المرأة البحرينية مركز المواطنة الكاملة فهي اليوم بفضل تلك الجهود مكونا أصيلا في مسيرة التحديث والتطوير وليزاد فهمها لحقوقها فكرا وممارسة وفي تولي مسؤولياتها بجدارة وثقة من أجل تقدم البحرين ورفعتها وفي الختام نجدد للمرأة البحرينية مشاعر التقدير والامتنان متوجهين لها وهي تقوم بواجب الخدمة الوطنية والأسرية لأخلص التهاني والتبركات على ما تحققه من إنجازات متجددة تشعب أنوارها في سماء الطموح والتقدم جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل وهما يتشاركان معا في صنع الحاضر والمستقبل في بلدنا العزيزة وكل عام والمرأة البحرينية بخير لتكون كما عهدناها رمزا للعطاء الوطني الذي لا ينضب